الفأر والفأرة في يوم من الأيام تسلل الفأر إلى المنزل وتسلق الطاولة وبدأ ينضغ السلك هذه هي الطاولة هذا هو السلك الكرسي لوحة المفاتيح الشاشة وهذا هو الحاسوب أو الكمبيوتر أي أنت تؤلمني سمع الفأر هذا الصوت والتفت ليرى هذا الشيء سأل الفأر من أنت؟ أنا فأرة ماذا؟ أنا هو الفأر وأنا فأرة أيضا ضحك الفأر عليها أنت لست فأرة حقيقية من أي نوع من الفئران أنت؟ ماذا تستطيعين أن تفعلي؟ ذهب الفأر إلى المطبخ وأحضر قطعة شهية من الكعك أنظري إلي أحضر قطعة كبيرة من شاشة الحاسوب لم يختنع الفأر بما رأى ليس بإمكانك فعل ما أفعل أخذ أخذ الفأر المرسام من الطاولة وبدأ يمضغ أنظري إلي هذا ما تفعله أستطيع فعل أكثر من ذلك؟ أنظر حسنا حسنا هل تستطيعين الرقص مثلي؟ أتحداك أن ترقصي فجأة وبدون سابق إنذار ظهرت قطة المنزل صرخ الفأر يا إلهي ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ صرخ الفأر وهو يهرب من القطة تصرفت الفأرة بسرعة وشغلت فيديو لكلب ينبح لتهرب القطة وهي مذعورة ندم الفأر على ما فعل واحتضن الفأرة وشكرها شكرا لك على إنقاذي أنت فأرة جيدة مثلي تماما ومن هذا اليوم أصبحت الفأرة والفأر أصدقاء وهذه كانت نهاية هذه القصة أتمنى أنها أعجبتكم شكرا مع السلامة